خارج منطقة التغطية هي مجرد محاولة جادة لتعزيز الحوار في عالم مختلف نحاول فيه أن نضحك على أنفسنا وكل ما يظهر في هذا البرنامج من أراء وتعليقات هي مجرد قراءة لأحوالنا مع التأكيد على احترامنا الكامل واحترام عمان تيفي لكل الشخص وكل من نأتي على ذكره احترامنا للجميع وثقتنا كبيرة في حوار من أجل التغيير أهلا بكم زي الأسئلة العادة ومعتدين دائما نطرح أسئلة باختر بالي دائما السؤال إنه شو ذنبي أنا بأخطاء الآخرين اللي بيكون أثرها علي يعني شو ذنبي أنا إذا بكون بسوق بالسيارة وبسرعة عادية جدا وشخص بترنح يمين الشمال يعني بترقوس طب المعنى البلدي شخص برمي حاله وانت يعني بتعرفوا حتى كنت من وجهة نظر قانونية بسأل أخوي ثائر نجداوي لما كان عندنا هون وقولك هذا تقليد قانوني قديم من أيام الأتراك فبسأل فعلا طب إحنا شو ذنبنا إنه واحد نص الشارع برمي بلا علينا زي ما نحكي برمي بلا علينا الموضوع مش موضوع بس اسواق في كل الأشياء دائما في حدا بخطئ فإحنا نتحمل مسؤولية هذا الخطأ وربما ندفع ثمن وضريب باهضة جدا لخطأ ليس هو خطأنا خطأ الآخرين خطأ الآخرين في السير خطأ الآخرين في المعاملات زي تماما لما تروح على أي مؤسسة حكومية دائما منحكي للناس اللي بندربهم مهارات اتصال كيف تتعامل مع الزبون أو مع العميل أو مع أي شخص أمامك بنقول لا تصدر مشاكلك للآخرين أول لقاء مع أول موظف في أول مؤسسة حكومية بتشوفه بطلع لك مئة حجة عشان ما يخدمك والله الكمبيوتر معطل طب أنا شو دخلني إذا كمبيوتر مؤسستك معطل والله بس الدكتورة تبع الأطفال زي مركز الصح في الهاشمي دكتورة الأطفال والله ما أخد إجازة الدكتورة الثانية وين طيب؟ قال ولا توفت جدتها كل هذا في سياق القضاء والقدر وفي سياق إنه كله يحدث لكن شو دمبي؟ بسأل وكل ناس أكيد بسألوا نفس السؤال شو دمبنا من أخطاء الآخرين؟ ليش ندفع ثمن أخطاء الآخرين؟ وحن نحكي عن الأخطاء اللي في السير وفي المعاملات وفي الإجراءات لما تروح مثلا خطأ مثلا صغير ممكن يأخر سفرك أيام خطأ صغير في الجوازات ممكن يغير حياتك خطأ في أسمك ممكن يبهدلك أي شيء يخطئ فيه آخر أنت تدفع ثمنه وربما أنت تخطئ فيدفع آخر ثمنه من هذه الأخطاء اليوم رح نحكي باهتمام شديد الخطأ الطبي إذا كان الخطأ في الجواز أو الخطأ في الإسم أو الخطأ في مستشفى يعني عفوا في مركز مؤسسة أو دائرة أو حكومية أو غير حكومية ممكن يكون ضريبته تأخير أو شوية بهدلة في الطب الخطأ يعني إما موت أو تكاليف باهظة تكاليف مش مالية ضريبة باهظة جزء كبير مننا بنسمع عن قصص أنه والله واحد توفى بخطأ طبي واحد قتل بخطأ طبي واحد أصيب بشلل بخطأ طبي هذا جانب مهم العالم أعتقد تخلص منه في أخطاء طبية في العالم وفي تداخلات مش أخطاء ربما تداخلات أو مضاعفات تسمى أخطاء عنا لكن كل ما يعني كل شيء في العالم بالقانون قوانين ناظمة ومنظمة للعمل هي التي تحكم كل شيء إحنا حتى الأسبوع الماضي لم يكن لدينا قانون وهون ما بنحكي عن حماية المريض فقط حماية الطبيب أيضا لأن الطبيب يجب أن يحمى في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العالم المتقدم دائما يعني الطبيب محمي زي المريض تماما شان هيك أي شيء ممكن يتعرض إليه المريض ربما الطبيب يحمل وزر ذلك الشيء اللي حصل عديدة هي الأخطاء وعديدة هي المسئوليات لكن اليوم حديثنا في قانون جديد هو وليد يعني بولادة صعبة جدا متعسرة جدا وجاء الوليد أعتقد بترك لكم الخيارات في الأسماء هل جاء الوليد مشوها هل جاء الوليد ناضي يعني مش عارف شو بدا أسميه لكن هو قانون للمسئولية الطبية أو زي ما نسميه بالاستخدام الشعبي قانون للأخطاء الطبية أهلا بكم شكرا مساء الخير عديدة هي الأنباء والأخبار ولكن نبدأ كما العادة في اختيار بعض العناوين اللي تمس حياتنا تمس يعني هناك خط للبرنامج أساسه ومبدأه وقاعدته هو علاقتنا بالآخرين وعلاقتنا بالمجتمع والأزمة الأخلاقية وكيف نعيد السلوك إلى أصله كيف نعيد أنفسنا إلى ما يسميه دائما بعض اللي بتفلسفوا علينا هذه ليست من عاداتنا وتقاليدنا كل شيء بنحاول أن نلمفي ببعض العناوين في هذا الإطار الضمان الاجتماعي توضح شروط شمول العامل بالضمان الاجتماعي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أوضحت شروط شمول العامل بالضمان والأجر الذي يشمل بمجبه وفقا لقانون الضمان النافذ حاليا ألزم القانون كل منشأة مسجلة رسميا لدى الجهات ذات العلاقة أو الحاصلة على ترخيص تستخدم عامل فأكثر بالتسجيل يعني عامل واحد يجب أن المنشأة تسجل وبالأجر اللي يشمل طبعا بمجب القانون لسه أزمة المعلمين اللي مش قادرين يفهمها سبب إذا كان القانون الخدمة المدنية هو السبب قانون الخدمة المدنية الجديد إذا هو السبب هذا شيء يعني يبحث مع ديوان الخدمة المدنية أما إذا كان الموضوع له علاقة بالبصمة فهذا شيء مرفوض من أساتذة ومعلمين ونقابة معلمين مرفوض تماما لأن اليوم معلمون يعتصمون أمام ديوان الخدمة المدنية مجددا عدد كبير من المعلمين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية رفضا لتعديلات ديوان الخدمة المدنية واعتبارها تخرج أو تخرج أنا أسف تخرج المعلم من جلده وليس آه عفوا هي تخرج المعلم من جلده لأنه اليوم التصريحات المتعلقة بالمعلمين لا ذكر لموضوع البصمة ما فيش أي ذكر للبصمة الحديث عن ديوان خدمة مدنية بعمل قانون جديد يعتبر أنه يخرج المعلم من جلده ويمس أمنه الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي هذا الشيء مهم لا نريد للمعلم أن يخرج من جلده لأنه المعلم الأستاذ الذي نحترم ونقدر وعلينا أن نؤمن له يعني أن نحقق الأمن الوظيفي والاجتماعي والاقتصادي لكن عندما يأتي الموضوع البصمة بعتقد أنه أستاذ المعلمين لا يعني ليس من حق أحد أنه يعترض على نظام للدوام نظام دوام ذلك تبصم عندما تدخل وتبصم عندما تغادر اللي بده يتهرب من بصمة شو معنى؟ أنه بده يدعم بالوقت الصح ما بده يعطي لمهنته ولا لوظيفته ولا للدولة ولا للمدرسة ولا للطالب ولا للعملية التعليمية حقها مديرية شرطة الرصيفة ضبط متورطين بالتهجم على محل تجاري في منطقة الرصيفة تم إلقاء القبض على متورطين على متورطين اثنين تهجموا على أحد المحال التجارية إلى جانب مجموعة ظهروا بمقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل اجتماعي مديرية شرطة لوائر صيفة واصلت تحقيقاتها بالفيديو الذي بثت في السوشال ميديا وظهر خلاله تهجم عدد مشخاص وتم عبر الفيديو بالمناسبة إلقاء القبض على المتورطين بالهجوم أيضا الأمن يحبط سرقة منزل في عمان العاملون في قسم بحث جنائي عمان أحبطوا محاولة لمشبوهين لسرقة أحد المنازل في العاصمة وتم ضبط أحدهم بالجرم المشهود أثناء المحاولة المصدر الأمني أكد أن فريق التحقيق قام بتتبع معلومات وردت إليه عن عدد من أشخاص مشبوهين وأن هناك بعض المعلومات المتعلقة بالمحاولة مازلنا بالجانب الأمني الجرائم الإلكترونية تحذر من ألعاب أطفال قاتلة هذه هي وحدة الجرائم الإلكترونية اللي الآن أعتقد خلال السنوات القادمة راح أكون إلى أكبر الدور في كل مؤسسات الأمن في الدولة الجرائم الإلكترونية لأنه كل أنواع الجرائم نحن نرتكبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الموبايل عبر اختراق خصوصيات الناس الهاكرز الاستماع استخدام الفيديوز كل شيء الآن في تحذير من ألعاب أطفال قاتلة وحدة جرائم الإلكترونية في الأمن العام حذرت الأهالي من أن ألعاب إلكترونية انتشرت مؤخرا في بعض الدول العربية وربما تصلنا قريبا تهدف لتحقيق أرباح مادية والسيطرة الفكرية على الطفل لحد إقاع الأذى وقد تصل إلى حد إنهاء حياته الوحدة طالبت على صفحيطة أيضا على الفيسبوك من الأهالي متابعة المحتوى الإلكتروني المستخدم من قبل الأبناء ومنها الألعاب الإلكترونية ليست الألعاب كنت اليوم بحكي وكان وزير الإعلام محمد مومني دكتور محمد كان معنا في يعني كنتك في الجامعة الشرق أوسط نشاط إعلامي وكنا بنحكي عن هذا الموضوع تحديدا حجم التدفق الإعلامي لدى أبنائنا وبناتنا اللي ما بنعرف شو هو ما بنعرف إحنا أبنائنا شو بيحضروا شو بتابعوا هذا الموبايلات عبر الريسيفرز عبر الساتيلايت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر البحث الدائم في جوجل ومواقع البحث شو بيشوفوا أولادنا شو بيشوفوا ما بنعرف جزء من المشاكل الإدمان إدمان على الإلعاب وجزء منها تغيير فكر السيطرة على فكر تغيير المخ الأطفال هذه بجزء التحذير في مكان الحكومة تحدد أخيرا دينارين سقف أعلى لخدمة الفلي بعد ما موضوع تعليمات ترخيص مهنة الفلي سطفاف المركبات صدر في الجريد الرسمية وتم دخوله في حيز التنفيذ يعني أظهرت التعليمات في هذا القانون أو في تعليمات ترخيص مهنة استفاف المركبات أن المهنة تقتصر على الشركات مش الأفراد كل ثلاثة أربعة بشارع عليهم لا لا شركات مسجلة لأنها علاقة بالسرقة والتأمين على السيارات وإذا ضرب حادث وإذا سرق من داخل شيء من السيارة في مسؤولية كبيرة شركات مسجلة بمقدمة قانون الشركات شريطة أن يكون فيهم جميعا مؤسسون أردنيون وتكون غياتهم حصريا تقديم خدمة استفاف المركبات وأن تكون أو يكون السقف الأعلى لهذه الخدمة دينارين إذا بطلب أكثر مشكلة في طريق المفرق الصفاوي وفات سيدتين دهسا على هذا الطريق البري الذي شهد عدد كبير من الحوادث سيدتان توفيتا إجراء تعرضهم لحادث دهس على طريق المفرق الصفاوي في البادية الشمالية الشرقية بالقرب من مستشفى البادية الشمالية مدير المستشفى أكد أن قسم الإصعاف والطوارئ استقبل اليوم السيدتين في السبعين من عمرهما الله يرحمهم تعنيهم إصابات خطيرة بسبب الدهس يعني مش بس بالحوادث ولكن أيضا الدهس جزء من مشكلتنا الدائمة أخيرا أعلنت بغداد أن الأردن أوقف مسؤولا عراقيا مطلوبا للقضاء في بلاده العراق أعلن فعلا أن السلطات الأردنية أوقفت مسؤولا عراقيا متهما بقضايا فساد في العراق مصادر في هيئة النزاه العراقية أكدت أن الأردن أوقف مستشار وزارة المالية السابق ومدير عام مصر في الرافدين ضياء حبيب الخيون المتهم بقضايا فساد الهيئة أرسلت إلى السلطات القضائية أربع ملفات استرداد خاصة بالخيون وأنه مطلوب للقضاء العراقي وصدرت بحقه قرارات تصل أحكامها إلى 12 سنة سجن إذن سلم المتهم العراقي إلى بلاده هذه أهم الأنباء اليوم نرجع في حديثنا إلى الأخطاء الطبية والمسؤولية الطبية حماية المريض وحماية الطبيب في آل وحد هل هذا القانون الجديد خدم الفكرة هل له يعني له وعليه صحيح لازم نقرأ القانون ونشوف أثاره على الأرض في هذا اللقاء والحوار مع واحد من الذين اشتغلوا على القانون من بداياته مش هذا القانون على عدد من مشاريع القوانين أثناء خدمته كعضو في مجلس الأعيان والطبيب الدكتور عبدالله البشير أهلا بكم أهلا بكم إذن الحديث عن قانون اللي إحنا بنسميه بالعامي قانون الأخطاء الطبية بالشكل الرسمي أو عندما تقترب إلى الأطباء والقانونيين بيقول لك قانون المسؤولية الطبية المسؤولية لأنه مسؤولية تعود يعني هناك مسؤولية على الطبيب هناك حق للطبيب بمعنى أنه حمايته وأيضا حماية المريض اللي هو الحديث الأكثر في مجتمعنا عن الأخطاء وفلان مات وفلان قتل ومين المسؤول عن هذا الموضوع إذن قانون المسؤولية الطبية والصحية كما هو في مجلس النواب وفي مجلس الأعيان الآن ويبدو أنه الحديث عن صدوره بهذا الشكل يعني بدأ يأخذ مجرى بشكل أكبر حديثي بكل التقدير مع الأستاذ الدكتور عبدالله البشير استشاري الأستاذ الجراحة ومدير عام بستشفى الأردن وعضو مجلس الأعيان السابق يعني من هذه الأيام وهو يعمل مع عدد كبير من زملائه في هذا الموضوع أهلا دكتور أهلا بيك أهلا أخاني من يوم ما كنتوا بمجلس الأعيان وأنتوا تشتغلوا على مشروع على عدة درافتات على عدة مشايا نعم نعم لماذا تعرقلت كلها دكتور الحقيقة أول شيء احنا ما بنقول بدنا قانون نعم أو بدنا أي تشريع يجب أن يحل الإشكالات الموجودة نعم لأنه إذا في أي تشريع لا يحل الإشكالات الموجودة فلا فائدة طبعا هل هناك أسباب موجبة لهذا القانون أو لا يوجد أسباب موجبة أنا باعتقادي هناك أسباب موجبة تعرفي نحن الأردن الحمد لله الخدمات الصحية خلينا نقول أنه هي المركز التحويل الأول في المنطقة نعم والخامس عالميا زي ما بيحكي البنك الدولي فإحنا يجب أن نحافظ على هذا المستوى دائما هلأ كيف نحافظ على هذا المستوى هذا هنا السؤال طب كيف وهذه نعم هلأ خلينا نقول أنه أول إشي الكوادر الصحية مهمة وكل شيء مهم والآخر التشريعات هي مهمة طبعا المشريعات التي تحفظ هذا الإنجاز الطبي وإلى الأمام هل هناك فعلا أسباب موجبة لهذا القانون أبأتقادي هناك أسباب موجبة وهذا اللي جعل اللجنة الصحية في مجلس الأعيان السابق تعمل في هذا الأمر لأن اللجنة الصحية السابقة هي التي حركت هذا الموضوع وهي التي رفعت للحكومة أنه بدنا قانون خلينا نكون المسائل الطبية المسؤولية الطبية أو كان اقتراحنا الحقيقة في اللجنة هو قانون الحماية الطبية لماذا نطلع لماذا يتعثر هذا من سابقا كانت كل المشاريع السابقة تنظر إلى الطبيب باتهام طبعا الاتهامات دائما للطبيب فكله على الطبيب على الطبيب على الطبيب إنما لا يوجد في المقابل أشياء أخرى بعدين الطبيب ليس لوحده ومن يقدم الخدمة الطبية الخدمة الطبية يقدمها الطبيب ويقدمها الكادر الطبي والكادر الصحي كاملا ويكملها كل المراكز الصحية كل المستشفيات كلها تشترك في تقديم هذه الرعاية الصحية هلأ كيف نحافظ على هذه المراكز كلها ونهيئها إلى آخر هذا مهم لذلك أول إشي إنه كنا إنه يجب أن يعمل هذا القانون على حماية مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة نعم لذلك كان اقتراحنا إنه يكون اسمه قانون الحماية نعم وبعدين تحديد واجبات كله منهم ما بديش أقول منه ولا واجبات الطبيب هيك نعم المريض شو واجبات الدكتور إذا يعني الدكتور علي واجبات بس المريض شو واجبات نعم واجباته مهمة مريض عنده مثلا حسسين لمنسلين مثلا يعني يخفع معلومة طبية هامة بالنسبة لعلاجه مثلا على سبيل المثل ما شي أو ما 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 عطقش التاريخ الطب المرضي التاريخ الطب المضبوط اللي شو فيه عنده يعني مثلا فيما مرضى ممكن يكون عنده مشاكل في التخدير سابقة ما بديل يحكي لكيش إنه كان عنده مشكلة مثلا يعني المشكلة هي ذات حدين في حقوق للطرف وحقوق للطرف الآخر وفي واجبات على الاثنين هذا أول شي اللي هو إيش الحماية نعم الشغل الثاني اللي هي مهمة إنه إن القانون هذا يكون مدخل لتحسين جودة وسلامة الخدمة الطبية وتهيئة البيئة أو أماكن تقديم الخدمة لهذه الخدمة الصحية الجيدة كيف يكون ذلك كيف يكون ذلك طبعا بتطبيق المعايير نحن منقول القانون والأعراف وووو وإلى آخر لكن بدنا إشي محدد الإشي المحدد هي قوانين هي معايير الاعتمادية يعني معايير الاعتمادية تتضمن شيئين تتضمن شيئ الأول ما هو واجبات مقدم الخدمة الصحية وما هي واجبات أماكن تقديم هذه الخدمة فهذه فيها معايير كاملة ومتكاملة إذا إحنا أخذناها وطبقناها فإحنا بخير لماذا لماذا دائما بتحط الأس لأنه برش أجاوب عليها رحيم لماذا لماذا إحنا إذا حلنا الأخطاء الطبية إذا منهر أخطاء طبية ثمانين في المئة من الأخطاء الطبية ينتج عن غياب المؤسسية كيف يعني غياب مؤسسية طبيب بخط كيف غياب مؤسسية كيف هلأ أنا بسأل كامل هلأ مثلا المريضة ما تتوديه على العمليات هلأ في تشكليست قائمة تفقدي بكل شيء إنه بده ينزل معه كذا 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 إلى آخره أما يوصل غرفة العمليات يجب على الممرض وعلى الجراح وعلى طبيب التخدير ومع بعض يتأكدوا من المريض اسم المريض تشخيص المريض الناحية اللي بده يجرى عليها العملية إلى آخره يعني فيه نظام وفيه معايير كاملة متكاملة من الأول للآخر هذا دكتور أنت بتحكي بروسيجر كامل يعني في حالة مثلا واحد دخل على عيادة وطبيب أعطاه إبرة مخدل سواء سنان أو تجميل أو إيش ما كان يكون وراح فيها هل قبل هذه بده يأخذ التاريخ المرضي يتبعه هل عنده حساسية ولا لا أخذ قبل هيك بنجموض ولا ما أخذ إذا مثلا نقول له ما أخذت شواء كذا وما عملت فبده يتخذ الإحطياطات اللازمة واحد اثنين يجب أن تكون العيادة تبعته مهيئة لتقديم هذه الخدمة نعم ما فيه ناس بعملوها بدون ما يكونوا مهيئين أنا سؤالي دكتور نعم قبل ما نبدأ نحكي بالمشروع القانون الحالي اللي الآن تحول من النواب إلى الأعيان مشي نعم أقره النواب نعم الآن يدرس في الأعيان يدرس في الأعيان لكنه تم إقراره من النواب بشكل ما نعم الخطأ الطبي بالأردن يعني مع الإنجاز الطبي الرائع والرهيب والمحترم الخطأ الطبي موجود الخطأ الطبي موجود بالأردن مثله مثل غيره بس بقدرش أقول ممكن تكون نسبته قليلة أو كثيرة بأعتقادي أنه نسبته في الأردن قليلة يعني أعطي لك من أكبر الدول العالمية اللي فيها نظام صحي متكامل اللي بموتوا من الأخطاء الطبية أكثر من بموتوا بحوادث السيارات في دول العالم في دولة يعني هي تقود العالم في دولة تقود العالم بمحكي بيزعلش الرئيس ترامب نعم اللي بموتوا من الأخطاء الطبية أكثر من بس في أمريكا ترامب نحكي عن أمريكا إذا أنت قصدت أمريكا في أمريكا الأطباء حتى بترددوا في عمل أي إجراء طبي بسبب حمايتهم هلأ لا بسبب القانون المسائل اللي عندهم هلأ في كذا نظام في العالم بالنسبة للقانون الأخطاء الطبية أسوأها هو ما فيه هو في أمريكا وأحسنها ما هو في الدول الإسكندنافية يعني مثلا الدول الإسكندنافية تعتبر الخطأ الطبي زي زي إصابة عمل إصابة عمل وبالتالي بتخدش الأمور في هذا في أمريكا يجب أن تروح للشركة التأمين وتأمن وكذا إلى آخره وبالتالي لأنه بتطلب تعويضات هائلة بالقانون وبالتالي نعم وبالتالي صار فيه مشاكل نأمل أنه إحنا ما نوصلها ولذلك نأمل أن الخطوات أو الأمور السالبة في هذا النظام أنه نبعد عنها اللي هي اللجوء لشركات التأمين أنتوا ما بدكم تلجب إحنا ما بدنا شركات تأمين إذا جاءت لشركات تأمين خلص ضاعت القانون الجديد أو مشروع القانون هلأ كان لغاية ما قبل ما هو إحنا في عنا كذا بسموها أكثر من درافت أكثر من درافت أكثر من مسودي المسودات السابقة أحدها كلك يجب أنه أن كل كل واحد يلجأ لشركة تأمين وبالتالي أحد النصوص أنه تحل شركة تأمين محل مقدم الخدمة أو محل كذا مكان الخدمة هي بتحمل الخطأ لا مشي بتتحمل بتتحمل هي بدها تأمين بالتعويض هي تحمل بلو بروسيدور خلينا دكتور أتفضل خلينا نكمل أسباب الموجبة يعني أحنا الأسباب الموجبة بناش فيها بناش فيها نزيد الكلفة الطبية هذه مهمة هذه من ضمن البنود الأساسية اللي إحنا رفع اللي اللجنة الصحية السابقة رفعتها إنه بناش نزيد الكلفة الصحية وبناش إنه نلجأ للطب الدفاعي إيش الطب الدفاعي يعني والله أنت زي ما بتحكي أجاني مريض على العيادة بدي أعمله كل الفحوصات اللازمة لازمة ولا غير لازمة عشان أضمن حالي عشان طبعا أخذ كل شيء أطلع أطلع غلطان في الآخر يعني بيكون 90% من الفحوصات هما مش محتاجها مش محتاجها نعم وستي بغطي نفسها واحد اثنين وبالتالي بزيد التكلفة واثنين في مشكلة اللي هي الطب الدفاعي اللي أنا واحد مريض عنده مشاكل كتيري صحية كتيري وفي حالي حارجي طب مالي ومالي أخش ليش أخش أخش عالج ومالي ومال هالشغلي ترفض آه وبالتالي المريض هو اللي بتأذى يعني مثلا تحكي انت على أمريكا في أحد الولايات كان كان الولادي الطبيعي ما تلاقيش طبيب يعملها فتلاقي الناس ممكن تروح على ولاية أخرى بتردد بسبب طب بسبب أنه ممكن تصير أثناء عملية الولادي الطبيعي اللي هي اسأل شيء ممكن يصير فيه مضاعفي أو ممكن يصير وبالتالي مضاعفات وبالتالي هذا هو الطب الدفاعي نبناش نلجأ لا طب الدفاعي ولا بلنزيد الكلفة الصحية نعم طيب دكتور أعطينا بس نرجع للناس ونرجع لهيك صورة عامة في تقرير حول ظاهرة ما يسمى بالخطأ الطبي اللي كل واحد في المملكة يعرفها جيدا ظاهرة الخطأ الطبي وهذا القانون أو قانون المسئولية اللي الآن تم إقرار المجلس النواب باتجاه مجلس الأعيان معرفش هل سيرادتها الشكل النهائي للقانون لكن هذا التقرير يعطينا صورة عامة عامر التعملي قانون عصري يحمي طبيب وحق المريض في تلقي خدمة طبية مناسبة قانون المسائلة الطبية لا يزال يجد معارضة من مختلف القطاعات الصحية إلا أنه في الحقيقة قانون يحتاج إليه المجتمع فمهرة الطب في مختلف دول العالم لا تعتمد فقط على موثيق الشرف الخاصة بهذا القطاع المهم المرتبط بحياة الإنسان وإنما بتشريعات تضمن أداء الطبيب لعمله بشكل دقيق وعدم التساهل مع أي حالة طبية يمكن أن يواجهها في عمله قانون المسائلة الطبية هو قانون مهم جداً يجب وجوده ولكن هو الهدف أنه يرعي مصطح المريض ويرعي مصطح مقدم الخدمة إن كان طبيب ولا ممرض ولا صيدلاني إلا أن أي شخص بسين عنده أي مشكلة طبية وين بروه بروه عن الحكمة الجزائية أو عن نقابة باشتكاء أو على الوزارة إحنا بدنا نحط قالب لكل حكاة هذا يعني ما يروحش مثلاً أي شخص يشتكاء على ما حكي لأنه أنا كطبيب لم يشتك على أي واحد بدروه على القاضي القاضي عذراً مش شخص عبارة عن طبي ما رح يصير فيه خلق بين المضاعفة الطبية وبين الخطأ الطبي لما يكون هناك في لجنة موجودة لجنة فمية هي تدرس الحالة وبتحدد لي المهنة يجب أن تضبط بأخطاءها وبند أقول ومضاعفاتها كمان وبعد جدال استمر أكثر من عقد حول إقرار قانون المسائلة الطبية أقر مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والصحية لعام 2018 والذي بموجبه سيتم تشكيل صندوق للتأمين ضد أخطاء المسئولية الطبية في المجلس الصحي العالي كما أقر المجلس حضر الموت الرحيم فلا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أي كان السبب ولو كان بناء على طلبه أو طلب وليه أو الوصي عليه وأقر المجلس عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات لمن يجري عملية تغيير الجنس والسجن عشر سنوات لمن يجري عمليات الاستنساخ هذه القرارات وما تخلى لها من عقوبات الأشغال الشقة المؤقتة والغرمات المالية والحبس تأتي لتحسين الواقع الطبي الأردني وزيادة الثقة في السياحة العلاجية في الأردن كما أنها تحول دون تصدي طبيب لمهمة لا يستطيع تنفيذها وتركها للأكفأ القادر على التعامل مع هذه الحالات دون اللجوء للتخمين في التشخيص لبرنامج خارج منطقة التغطية مع هاني البدري عامر التعمري عمان تيفي أي تعليق دكتور؟ لا الحقيقة التقرير يعني يشير إلى الحاجة إلى هذا القانون نعم الموجبات اللي هي الأسباب الموجب اللي احنا منحكي عليها والحقيقة في أهم إنجاز أنجزوه في مجلس النواب اللي حكاية أنهم رفعوا شغلة التأمين إلزامية التأمين نعم على مقدمي الخدمة وعلى أماكن تقديم الخدمة هذا بإنشاء صندوق في المجلس الصحي العالي فهذه نقلة نوعية وريحة كثير يعني النقابات كانت أساسا أول اعتراض إلها والمشروع لم يرى النور هذه أهم شيء كانت لأنه كانوا يقال أنه المشروع هذا هو لخدمة شركات التأمين نعم نعم دكتور في مشكلة بالجزء اللي ذكرت بالتقرير أنه القضاء بعرفش ممكن يكون اللجنة فنية من الأطباء طبعا احنا رجعنا لنفس المشكلة يعني لما مواطن بشكع خطأ طبي الآن بتروح لجنة من الأطباء في نقابة الأطباء عادة ما بيكون الرد يعني أنه في إدانة الطبيب لأنه احنا أطباء ببعض يعني هذه مش إساءة أو اتهام ولكن هذا واقع الحال أنه عادة الأطباء ما بيدينوا زميل طبيبهم بخطأ طبي واضح لا خطأ طبي واضح لا يداري صلحني أنا بجزء لا لا أنت ذكرت شغلتين ذكرت نقابة الأطباء وذكرت المحاكم المحاكم قضاء هلأ في نقابة الأطباء يمكن أن تقدم شكوى لنقابة الأطباء اللجنة المشكلة خلينا نقول أو اللجنة الفنية المشكلة بتكون على مستوى عالي نعم وبالتالي قرارها بيكون قرار صائب إحنا مش كل واحد بروح بيشتكل معناته في خطأ طبي لا أكيد طبعا نعم بس في 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 قضايا كثيرة حكم فيها في نقابة الأطباء وفي قضايا كثيرة دكتور ردت رغب وضوحة بصراحة يعني أنا بديش على ورطك أنا تزميلهم يعني لا 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 ما مبدأش بلجأوا لناس في البرنامج يوميا بس بس أنا يعني بشوف أحيان كثيري أنه قراراتهم يعني مقبولة بلك هي لما يروح الأمر للأمر الآخر القضاء اللي هو الآن للقضاء أن القاضي أو المدعي العام ما عندوش فكرة هو بيجيب لك هاتلي هالليستة هل هو الخبير هذا هو الخبير من التجاب هو الخبير في الأمور هذه يعني مثلا لو مثلا واحد جراح عمل عملية في مجال غير تخصص مثلا خطبه لك هاته يلام عليها بالتالي أنت ما تجيب خبير مش في تخصص مش في تخصص أنت حكيت لعنك الصائل نعم نعم شهبين خبير مش في تخصص القضية ذات البحث المعروضة هذه مشكلة فوجود لجنة فنية باعتقادي بتشكيل اللجنة الفنية يعني احنا شغل كويسي كان في في مشروع القانون أنه معظم اللي في اللجنة الفنية هم ليسوا منذوبين جهات بس هم يعني أكثرهم أو أغلبهم في مشروع القانون لغاية هلأ لأنه احنا نعرف شو بديطلع إيش القانون بعدين في مشروع أنه يضمن أنه تكون اللجنة الفنية فيها قرارات فنية أو خبرة كويسة نعم دكتور قبل نطلع للفاصل سؤالي تعتقد أنه القانون يعني اللي أكيد مأخوذ من قوانين دول أخرى أكيد هذا ما فيش نقاش نعم يعني واضح أنه مأخوذ نعم في روح روح الأردن يعني روح الطب تارف الطب في الأردن كانت طب في أي دولة في العالم يعني الروح الجديد اللي أجد فيه المجلس الصحي العالي والقانون والصندوق والصندوق هذي روح ممتازة وغيرك هذي حلت آه هي حلت إشكالات كثيرة طب غير غير الروح غير الروح هذي يعني القانون يقوم على تحديد الخطأ الطبي تشكيل اللجنة اللي هي لجنة المعايير والمواصفات نعم وبعدين الشغلة التالتي اللي هي اللجنة الفنية نعم أوكي هلأ والأمور اللي متعلقة بالخطأ الطبي طيب رح نرجع لهاي تحديد الخطأ المعايير والمواصفات واللجنة الفنية لكن بعد الفاصل في حوار مهم وأنا بعتقد أنه فيه ناس كثير بجزء بيختلفوا مع الدكتور عبدالله أو بجزء بوافقه كثير من الأطباء بوافقه لكن أيضا القانون أو مشروع القانون اللي الآن في مجلس الأعيان واجه يعني شد وجذب بشكل غير طبيعي من قبل عدد كبير من الأطباء أيضا بعد الفاصل أهلا بكم قانون المسؤولية الطبية والصحية اللي الآن ننتظر صدوره إما بشكل الحالي أو بشكل آخر لكن حديثنا فيه مع الأستاذ دكتور عبدالله البشير دكتور لما تحكي الأسباب الموجبة هل مشروع القانون اللي أمامك الآن يلبي الأسباب الموجبة هل يلبي فعلا المشاكل المتعلقة بالخطأ الطبي الحقيقة هو يحتاج لماذا يناقش المشروع الآن ومجلس الأعيان واللجنة الصحية بيجيب كل الخبرات وكل الناس عشان أنه نوصل إن شاء الله لمشروع توافقي يرضي الجميع يعني بحكي بالشكل الحالي لأنه نواب أقره لسه بده بده شوية تعديلات يعني مثلا أنا ما بقول في القانون المادي يمكن أربعة وخمسة وستة اللي هي تحدد واجبات الطبيب أو واجبات مقدم الخدمة مكان تقديم الخدمة أو ما يحضر على الطبيب أن كذا يعني إحنا هذه زي ما أنت حكيت ما يخدينا من بعض القوانين الأخرى نعم إحنا في عنا يعني أنا مش عارف إحنا إحنا خلنا نكون مستحيين من الاعتمادية ومعايير الاعتمادية نعم معايير الاعتمادية تشمل كل شيء أما أجيب أنا الواجبات هذه المذكورة في القانون هي جزء بسيط جدا من ما هو موجود في المعايير اللي إحنا منطبقها نعم كل المستشفيات يعني مستشفيات في القطاع الخاص مستشفيات الجامعية المستشفى الجامعة الأدنية مستشفى الملك عبد الله المؤسس نعم الخدمات الطبي الملكية خدمات المدينة وزارة الصحة كلهم كلهم مشوا في مشروع اعتمادية ومراكز ومستشفيات كتير فهذه هي اللي سوف ترفع إذا إحنا كنا بدنا نعتمد هاي المعايير فهي اللي بترفع من شأن الطب في الأردن سؤال دكتور يعني مؤسسات مؤسسات خدمة طبية بتاخد الاعتمادية أو بتسعى طب الشخص الطبيب بشخصه لما يكون بعيادة هذا كيف بدنا نعتمد إنه لا فيه فيه لهذا الشغلي فيه لهذا الشغلي ممكن وبعدين ممكن آه طبعا ممكن بس أنت يعني أنت خليك الطبيب هذا مثلا الجراح هم بيجي على المستشفى والمستشفى اللي بيطبق قوانين الاعتمادية لازم يلتزم به لازم يلتزم بهذه الأمور طب المشروع اللي أمامك حدد الخطأ الطبي بشكل صحيح هلأ التعريف صار في يعني يعني مشي في كذا خطوات يعني المشروع الحالي التعريف يعني مقبول لأنه يراعي حاليا يراعي البيئة التي يتم فيها العمل الطبي لماذا برأيك هذا المشروع كل المشاريع السابقة شو يعني قوبلت بقوة شد عكسي هذا المشروع اللي أمامك قوبل بشكل كبير بقوة شد عكسي حتى من أطباء في النقاب وفي غير النقاب نعم نعم بيخلينا نقول بالمسودات السابقة اه ليش اولا اللي هو زي ما حكينا اللي هو التأمين اللي هو إذا انت بدك تلجأ لشركات التأمين في هذا الخطأ الطبي يعني كل واحد كل طبيب كل مكان تقديم خدمة يجب أن يعمل تأمين في شركة تأمين فهذا هو هذا هو الدافع الأساسي اللي كان في رفض المشاريع السابقة واحد اثنين يعني كانت نأتي السابقة واضحة كلها ضد الطبيب اه طبيب مش تعطي انه هيك وهيك ما أنا بدأ أحكي لك ليش دكتور لأنه الآن اللي بيشوفونا وكل اللي عرفوا اليوم وشوفوا وشافوا البرومو اللي احنا بتوزع على مئات الألاف وقال لك يا أخي طبعا موطق الأطباء ضد مشروع الأخطاء الطبية نبدو نمحهم حالهم دائما في أصابع اتهام موجهة وأنا يعني أنا واحد من الناس اللي بيجيني على البرنامج فعلا بعض الحالات يعني فيه بنت دمرت ولجأنا لوزير الصح حول النقابة وما نحلتش هذا الحكي مؤخرا فيعني كيف ممكن نرد على الناس عشان نقول انه يا جماعة ان احنا كأطباء مش عالطرف الآخر يعني مفروض يكون الطبيب والمواطنة يعني نفس الخان خلينا خلينا في الوضع الحالي نعم الوضع لعليصال الخطة بدها تلجأ للقضاء كم سنة بتقعد في القضاء بيت تروح سنين سنين لأنه طول عمر التقاضي وفترة التقاضي نعم نعم سنين هلأ بالقانون الحالي إذا اللجنة الفنية اشتغلت وخلصت عمالها خلال ثلاث شهور فهادي ايش انجاز انجاز هلأ بالك نعم ونفس الاشي الانجاز برضو لنحة التانية للطبيب لأنه إذا بفيه احنا ممكن نسمح في بقية أو القانون أو مشروع القانون إذا بيسمح أنه سير فيه خلينا نقول أسلوب التحكيم مثلا نعم فهادي برضو بتكون يعني خطوة للأمام من يضمن لي الشفافية أنت نفسك قبل شوي قلت أنه في لجنة انتدب شخص إلها ليس من التخصص في القضية ذات البحث الموضوع البحث نعم من يضمن لي الشفافية في لجنة فنية تراء يعني قاعدة بتتحقق في خطأ طبي حصل مع موعد اللجنة لجنة الفنية العليا هي لست تختار ليس قاضي ما عندوش فكرة ما هي ما هي التخصصات طبية أو مدعا ما هي التخصصات هذا اشتغل ولا ما اشتغل ويحكم هون خبير هون ولا لا فاللجنة الفنية باعتقادي بيكون عندها خبرة أحسن وأفضل نعم دكتور أيضا راح نتوقف سألنا الناس بجلس سؤال هو يبدو أنه غريب بس هو سؤال بنسمع إجاباته من كل الناس وفي كل مكان وبس تحكي عن قطأ طبي بطلع لك واحد بيقول لك اوه انا صار مع ابن عمتي وهذاك بيقول لك صار مع جوز أختي كل القصص اليومية اللي بنسمعها ترى لازم نآمن ونعرف تجربتي أنا في وسط البلد أثبتت لي أنه ليس كل ما يقال صح من المواطنين وليس كل ما يقال من المسؤولين بالمناسبة صح لكن مبلغاتنا بيقول لك صار كذا الخطأ موجود وربما اعتقادنا أنه هذا خطأ موجود سألنا الناس رأيك في الظاهرة في ظاهرة الأخطاء الطبية ثم ماذا عن أغرب الأخطاء اللي أنت سمعتها بالقرب منك كانت هذه الإجابة أنه دكتور نسي مقاص جوبة بطن مريض يعني اسمعنا فيه كثير نسي مقاصات في البطن المريض نسي أطون نسي شغلات كثير بالمريض نسي مقاص في بطن مريض بالجيوب الأنفية جرعة التخدير كانت خاطئة يعني المريض راح على أساس أنه طوارئ يعني بيروح روح ساعة ضيئوه دكتور نسي مقاص جوبة بطن مريض في كثير أخطاء بتصير بس أكتر شي يعني نعطى دواء بطريقة غلط بنسوا السكاكين المقاصات الكزل هيك جوبة المعدين لأنه واحد أعمل عملية ناسي مقاص ببطنه ابني الله يرحمه قالوا أنه عنده استسقاء دماغي أعرف كيف وطل معاه ورمت الدماغ حفروا له راسه وسولوه مليون عمليا آخر يشاء الله ياخده طيب مرة أخرى بنرجع وبنسمع الناس بنستغرب أو بنقول لا طبيعي غريب الكلام ولا طبيعي دكتور يعني هو في جزء منه مضحك لا لا ممكن لا ممكن تحصل ممكن ممكن تحصل أنت كمواطن طبعا كلمة تكون دكتور أكيد سمعت قصة أنا كجراح زي بحكوا على المقاصات على المقاص كيف في مريضة كانت عاملة عملية سنة 1945 45 نعم بالتمنينات شنال ما قص يعني فعلا فعلا آه إنه هو الشريان هذا اللي بيمسكه فيه آه أوكي يعني في الغالب بتكون في أزمة من 45 إلى 80 من 45 إلى 80 نعم نعم هلأ الأمور ما فيش حدا ممكن تحصل الأخطاب عشان هيك فيه قانون وفيه تشريعات والعالم كله ما يخد باله منها وكله بتطلع عليها وشركات التأمين بدها تشتغل والمحامدهم مشتغلوا وكله طبعا فيه فيه بتصير ما حدش ينكر أنه فيه أخطاء طبية فيه بس إنما على الطبيب أنه يتاخذ كافة الإجراءات أنه الأمور تمشي بسهل ويسر وأنه ما يصرش أنه فيه مشاكل طبية أنه أحسن قانون للمسؤولية الطبية في العالم برأيك لو لو الدول الإسكندينبية إسكندينبية أقول لك زي هذا يعتبر زي إصابة عمل أبدا وتتعامل مع إصابة عمل نعم نعم وهذا يعني هذا فير للمريض الفير طبعا المريض في الآخر إذا صار عنده إصابة عمل بتعوض ويعني نفس الإشي نعم طب حكي لي بنقاط يعني في الجزء الأخير من حوارنا دكتور حكي لي في نقاط المشروع اللي الآن منظور في مجلس الأعيان أهم الأشياء العيوب اللي بتعتقد أنت كطبيب يجب أن تخرج من هذا المشروع أنا زي ما حكيت أنه يجب أنه الأسباب اللي ملكون فيه أسباب موجبة نعم مشروع القانون يجب أنه الأسباب الموجبة نعمل على حلها زي ما بحكي أنه ما نكتفيش ببعض العبارات نقول خلاص إحنا إحنا ليش مستحيين من الموضوع الأتمدية الأتمدية يجب أنها تعمم على الجميع لأن هذه هي اللي بدأت ترفع من شأن مستويات الطب في الأردن يعني موضوع اللجوء الأتمدية يجب أن يذكب القانون برأيك أنه يجب إلزامنا إحنا منكتب القوانين والأعراف وإلى آخر هتعرف لي أنت القوانين والأعراف اللي أحنا مش صرفين إحنا بالناش نكون للناس اللي بتخترع جديد نعم الناس اخترعت وهذا صار أصبح فيه كتب أصبح يطبق أصبح كل شي قابل للقياس أنا بقول بدأ أقدم خدمة قابلة للقياس نعم وبالتالي بقدر أحكم عليها صح أو خطأ إنما هتلي واحد يعرف للأعراف والقوانين ومش هعرف طبعا لك فلازم يكون فيه أمور محددة الدستور الطبي عندنا الدستور الطبي لنقابة الأطباء إشي عظيم إشي عظيم طبعا 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 أنا في أعتقادي أنه هذول يجب تضمينهم خلال مشروع القانون لسه خلال النواب خلصوا لا لا ما قال لا هلأ يدرس في الأعيان أنا عارف بقصد النواب شافوا هذا الشكل المكتمل عندهم أه ما هو لا ما هو ليش فيه مجلس أعيان عشان يحاود دروس عشان للدراس آه إذا طبعا فيه تعديلات وتعديلات جوهرية يرد إلى مجلس النواب ومجلس النواب يأما يوافق على هذه التعديلات وإذا لم يوافق تصير جلسة مشتركة يتفق عليها بعيدا عن القوانين دكتور ومشاريع القوانين أنا دائما بحكي زي ما بحكي أنه فيه أزمة الثقة بين المواطن وشرط السير وفيه أزمة الثقة بين المواطن وتصريحات الحكومة فيه أزمة الثقة بين المواطن والطبيب مش بالعموم لكن دائما فيه هك إذا الطبيب زبط بيقولك والله رائع وبعط لك لوحة والدنيا زي الفل إذا ما تحسنت حالته هو برمي هذا العدم تحسن على الطبيب مش على حالته فكيف يمكن فعلا أن نجسر هاي العلاقة يعني يا سيدي هو أنت تذكر أنه الطبيب كان اسمه حكيم الحكيم نعم والمعلم أما زمان وإحنا صغار كنا نشوف المدرس تبعنا بعيد نروح نهرب فكان وضع المعلم وضع الطبيب بجيو المعلم نروح نضربه وإحنا صاروا يضربهم هلا الأمور اختلفت أصبحت الأمور كلها أمور مادية نعم يعني خلينا نقول الأعراف أو المعاملة الاحترام التقدير يعني تطورنا في هذا الموضوع ومن هون وصلنا إلى اللي أنت بتحكي عليك دكتور أنت بمجلس الأعيان اشتغلت في أكثر من مسود للمشاريع ثم اليوم أنت أتواصل مع مجلس الأعيان بخبرتك السابقة وبخبرتك الطبية اليومية نعم نعم قداش يتواصل بالذات في أدكات الأطباء محترمين في مجلس الأعيان طبعا طبعا رئيس اللجل الصحيح دكتور يوسف كلوس دكتور يوسف طبعا ممتاز ومتعاون ومتصل مع الجميع وينادي الجميع لكل عشان كل واحد يدلي برأيه وهذا أمر ممتاز وباعتقادي بهمة الدكتور يوسف إن شاء الله بيكون نوصل نطلع في مشروع جيد قداش دكتور بيؤثر كفاءة الطبيب في هذا الموضوع تحديدا وخصوصا إنه إحنا بنعرف إنه مشكلة بالناس اللي بيشتغلوا في القطاع الطبي إنه مصدر التخريج مصدر تعليمهم في بعض الحين بيكون مشكلة بيجو من بعض الدول اللي إحنا عارفين شو بيستوى التعليم فيهم يا سيدي إحنا إذا بدك تتناول هذه المشكلة في الطب في الأردن يعني خلينا نقول عنا مشكلتين نعم مشكلة أطباء الإختصاص نعم والمشكلة متعلقة بالأطباء العامين نعم مشكلة الطباء الإختصاص إنه عنا في الأردن نقص ويجب أن نعترف أنه نقص وخاصة في القطاع العام ويجب أن نعمل على حل هذه المشكلة المشكلة للأطباء العامين الآن أصبح أنه خرجين كثار يعني مثلا آخر ثلاث سنوات اللي أجوا على نقابة الأطباء وسجلوا في نقابة الأطباء الأردني أطباء عامين 56% منهم هم من تخرج من خارج الأردن نعم الآن بالقانون قانون المجلس الطب الأردني أي واحد بيتخرج خارج الأردن ويجي مارس الطب في الأردن يجب أن يتقدم إلى امتحان بالنسبة للأطباء العامين اسمه الفحص الإجمالي نعم الآن نسبة النجاح في الفحص الإجمالي هذه متدنية متدنية نعم متدنية شو بتعمل هذه بتعمل مشكلة اجتماعية ومشكلة اقتصادية يعني اللي ودى ابنه للخارج يتعلم على أي بلد خارج كلفه مصاري باع أرض يمكن باع بيت باع مش عارف إيش عساس أنه ابنه بدي يجي طبيب ويتخرج ويكون إله دخل بلا خيء أنه أصبح مع البطالة طبعا دخل عالم البطالة آه فعقا دخلنا في مشكلة اجتماعية واقتصادية فيجب أنه ناخد بالنسبة للأطباء العامين من نوعية الأطباء ومن وين بيتخرجوا نعم نعم من وين بيتخرجوا نعم فهذه هي النوعية اللي احنا مطلوبة بالنسبة للأطباء العامين لأنه هدول برضو بيحلوا مشكلة الخطأ الطبي إذا كانوا ذات كفاءة يعني زي أنت زي طلعت مع شفير سرفيس محترم كفو بقرف يكون سوق سيارة مظبوط وواحد تاني ها يدوبك نعم وطلعت معه ما بالدهور أنت هو طب دكتور أنت نائب رئيس المجلس الطبي الأردني أنا في المجلس الطبي نعم في المجلس الطبي وسؤالي دائما حول بيجينا مثلا شكاوى من أطباء بيمارسوا الطب خارج الأردن طبعات المتحدة الأمريكية مثلا اللي هي أكيد أكثر تقدما مننا أكيد يعني نعم فيش داوت في الموضوع بيجوا بعد ما يمارسوا سنوات وسنوات في أميركا أو في أوروبا بيقولولهم لا بدك تقدم البورد الأردني نعم وكثير منهم بفشلوا أو يعني ما بينجحوا برسوا بالامتحان هذا منطق هذا غير منطق وهذه مشكلة قائمة ونأمل أنه تشريع أو تعديل قانون المجلس الطبي أنه يحل هذه المشكلة كيف بده يحل والآن الآن بالقانون بالقانون البورد الأردني هو أعلى شهادة في الطب في الأردن طبعا أنا تخرجت من بلد خارج أردن ما فيش داعي أميركا بقى تخرجت بدي أرجع للأردن وبيدي أمارس إذا كان أنا مسموح لأمارس في البلد الخارجي وبعالج الناس هناك وأمارس اختصاصي فهدي يجب النظر إلها نعم بجدية وبإيجابية هلأ أنا إذا أدي أجع للأردن بدي أشتغل بدي أمارس بديش أعلى الشهادة في الطب يعني إحنا لماذا أسس المجلس الطبي الأردني أسس لعمل برامج إقامة وتخريج اختصاصيين من داخل الأردن نعم لأنه أصبح البروحة يتخصصوا في الخارج الفرص قليلة قلت وبالتالي لهذا أنشئ المجلس الطبي للبرامج الإقامة الداخلية وتخريج اختصاصيين لتغطية احتياجات الأردن نعم فمن يقضي الإقامة والتدريب والتعليم داخل الأردن يجب أن يجلس لهذا الامتحان ويأخذ البورد لأن هذه الشهادة طبعا وتعطيه الاختصاص بس واحد يتخرج برا وكذا والآخري هذي بدها نظر في الناس بيشتغلوا سنين وسنين طويلة نعم نعم بدها نظر بجدية يجب عدد النظر في الامتحان نفسه دكتور مشاهد هلا الامتحان في أنه في مشاكل ما نقدرش نقول ما فيش مشاكل في امتحان وإحنا في كان مؤتمر الجراحة الأردن الثاني جبنا هي البورد الأمريكي لتخصصات طبية وعقدوا دورة للجان الامتحان في المجلس الطب الأردن دورة يعني كيفية إجراء الامتحانات والحقيقة كانت كثير مفيدة للجان الامتحان وهذه خطوة إلى الأمري طبعا دكتور أخيرا لما تروح على مجلس الأعيان أو تبدأ تحكي معهم يعني كمستشار وكشخص مطلع بكلمات شو آخر إشي راح تحكي لهم لإنقاذ هذا القانون احنا مش أنا المنقذ المنقذ هو اللجمي وهم وأنا يعني استدعيت لأني عملت في هذا الموضوع آه عملنا في هذا الموضوع طبعا واللجنة هي صاحبة الإختصاص لجنة الصحاب العيان لا بقصد شو ممكن تحكي لهم يعني احنا أحنا في كل الأمور أنه هاي الأسباب الموجب لهذا القانون يجب تضمينها من خلال مواد داخل القانون للحفاظ على سمعة الطب في الأردن ولنهوض استمرارية جودة الخدمات الطبية في الأردن أستاذ دكتور عبدالله البشير شكرا لك شكر جزيل وإن شاء الله قريبا تنحلها الإشكالية على الأقل هاي بتجسر مشكلة الثقة والعلاقة وبيصير مش العصب والتيام دائما يوجه باتجاه واحد ممكن الطبيب يخطئ وزي أي شخص آخر وممكن فعلا أيضا احنا نصير ممتفاهمين أكثر للعلاقة في الرعاية الطبية بين المريض والطبيب شكرا لك شكر جزيل وشكرا لكم جمهورنا الحبيب غدا الشباب ملف الشباب ووزير الشباب باشير رواجد ورأي حين احنا في الشباب ومتوجهين ترى ملف التربية والتعليم وملف الشباب إن استطعنا فعلا أن نتوجه بالمسار الصحيح بهذين الملفين يعني الأمور راح تكون أفضل بكثير شكرا لكم نتمنى لكم أمسية طيبة ونراكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة من خارج منطقة الطغطية أنا هنبدأ أحييكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة